اهلا بحضراتكم من جديد ولسا مكملين معاكم في الاهل الليلة والفقرة الحوارية التانية لكن قبل ما ابدأ في الفقرة الحوارية التانية مع ضيفي العزيز اللي انشرفني ومناورني ودايما بيكون موجود معنا الأستاذ جمال الزهيري عايز اتكلم يعني هتكلم مع لعيبة الناد الاهلي كلنا اكيد تابعنا اخر القرارات او اخر الكلام اللي اتقال بعد جلسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع لعيبة الفريق الاول اليوم طبيعي جدا الكلام ده يخرج من شخصية محترمة شخصية كبيرة شخصية قيادية زي الكابتن خطيبة احنا دلوقتي بنتكلم انا واحد من الجمهور اللي هتكلم اللعيبة نفس الكلام اللي كابتن خطيب قاله طبيعي جدا مافيش احسن من الكلام اللي اتقال برفع كل الضغوط اللي عليكم انتو طبيعي جدا دلوقتي حطي نفسكو تحت ضغط غير طبيعي عارفين وانا عارف حجم المسؤولية اللي عليكم عارفين ان الجمهور زعلاء عايزين تصلحوا الجمهور بعد مباراة سانداونز الاهلي يخسر فيها في جنوب افريقيا رجع عدى مباراة كويسة جدا حتى المباراة اللي كانت مباراة العودة وكانت النتيجة صعبة جدا الجمهور كان موجود مليان في الملعب والجمهور في منهم كتير كان مدرك ان الموضوع صعب وفي منهم كان مدرك ان الموضوع مش مستحيل لكن في كل الاحوال الجمهور كان وراكم كان معاكم شجعكم بعد ديئة سابعين قال الدور يا اهلي انا عارف ان ده بيحط عليكم مسؤوليات اكبر ان انتوا عايزين تصلحوا الجمهور لكن ده مش معناه ان انتوا تضغطوا على نفسكم الضغط الرهيب والكبير ده في بعض الاوقات الضغط اكتر من اللازم بيكون سلاح زوحدين يما بيكون سلاح ايجابي يما بيكون سلاح سلبي انا واحد من الجمهور انا هنا بتكلم او عادي النادي الاهلي بأحسن نادي في العالم عادي النادي الاهلي ياخد كل البطولات لكن لعيبة في الاول وفي الاخر بشر لعيبة في الاول وفي الاخر لعيبة كبيرة جدا من افضل اللعيبة اللي موجودة في مصر لعيبة بتمثل المنتخبات منتخب مصر الاول ومنتخب الأولمبي وأيضا في منهم بيمثل منتخب الشباب ودول هيكون لهم شأن كبير أما العيبة اللي موجودة في الإعراض مع بعض الفرق اللي موجودة هي بتمثل قوة كبيرة جدا وقوة ضربة في الفرق اللي موجودين فيها عايز أتكلم بها رسالة للجمهور جمهور الأهلي المحترم جمهور الأهلي اللي تابعنا عبر قناة الأهلي الجمهور اللي بتابعنا على السوشيال ميديا عايزين كلنا نروح في نفس الاتجاه عايزين كلنا يعني نكون وعيين إن كل كلام إحنا بنكتبه سلبي اللعيبة بتشوفه وبتقرأه عايزين مع بعض نشيل الضغوط من على لعبتنا عايزين هم يمتعون ويمتعوا نفسهم عايزين نخرج من المباريات اللي بنشوفها مع الناد الأهلي وإحنا مستمتعين بالجمل التاكتيكية بإن كل لاعب بيعمل أكتر حاجة عنده بيمتع بيها نفسه ويمتع بيها الجمهور فعشان كده بقول لحضراتكم كل كلام بتكتبوه على السوشيال ميديا اللعيبة بتقرأه وبيوصلها أنا عارف إن الجمهور زعلان أنا عارف إن الجمهور غضبان حقه لكن إحنا متعودين أنا بقول إحنا عشان إحنا كلنا منظومة واحدة إدارة فريق مشجعين جمهور الجمهور اللي في القاهرة الجمهور اللي في الصعيد اللي في بحري اللي في كل حتة جمهور الأهلي جمهور واحد عنده نفس العقلية ونفس الفكر فأتمنى منكم جمهور الأهلي وأنا واحد منكم إن إحنا زي ما رئيس النادي اللي هو قضوتنا اللي إحنا دمشي وراه عمل وقال لللعيبة ارفعوا من عليكم كل الضغطات اللي ممكن تتعرضوا لها ولعبوا لعبكم وإن شاء الله كل ما بيكون فيه مقدمات في الآخر بتدول على نتائج لكن إحنا تاني أخيرا قبل ما نروح للأستاذ جمال ورحب بيه طبعا رغاء جمهور الأهلي وجمهور السوشال ميديا عايزين نكون يعني مش قصين أوه على اللعيبة معلش ساعات بيحصل بعض المواقف السلبية ساعات بعض المواقف الإيجابية لكن كلنا عايزين نكون إيد وحدة احنا دلوقتي فيه موقف محتاجين كلنا نكون فيه إيد وحدة علشان نعدي منه على خير مش أطول عليكم أكتر من كده أنا واحد منكم تاني وتالت ورابع ولا يمكن أن أنا أكون واحد مش من جمهور الأهلي الحمد لله أنا مترابدي في النادي لعبت في النادي شجعت من المدرجات فأنا حاسس بنفس الإحساس اللي حضركم حاسين بي وإن شاء الله كل حاجة هتكون كويس رحب بالكاتب الصحفي الكبير ومناقض أرياضي لدائما بستمتع معاه في خناة الأهلي وبحواره الشيقة الأساس جمال الزهير إزاي حضرتك أهلا بيك كابتر أقولت عليك معلش لا بالعكس أنا قاعد مستمتع برضه يعني أنا مستمتع بكلامك أنا يخلي حضرتك هي البداية الصحيحة في المرحلة دي يعني إنه يعني الأهلي ما زال بقوة في دائرة المنافسة تماما حتى لو في ملاحظات من الإدارة على أي مدير فني أو على اللعيبة دايماً بيختاروا التوقيت المناسب جداً أنهم ياخدوا قرارات وده يعني أنا بعتقد أنه أحد المميزات الرئيسية اللي مخليها الأهلي 40 دوري يعني بفارق كبير جداً عن كل الأندية الأخرى اللي فازت كل الأندية 19 دوري تقريباً آه يعني منهم 12 للزمالك أربعة للإسماعيلي وواحد بقى لكل الأندية الأخرى اللي اشتركت في الحصول على هذا اللقب المهمة بالنسبة لي أنه يمكن الطموحات اللي عنده جمهورة شوف الأهلي واخد 40 دوري غير البطولات الأخرى كايس وأفريقيا وكومفدرالية كل ده وسوفر وكله رغم كل هذا التاريخ إلا أنه جمهور الأهلي لا يتنازل عن أنه عايز البطولة برضو يعني رغم أنه ممكن يكون دولاب البطولات في النادي الأهلي مليان إنما زي ما بيقولوا البحر بحر الأحمر بقى بيحب الزيادة بيحب الزيادة دايماً ليه؟ لأنه هو فريق لا يلعب إلا على البطولة صح وأنا نهاردة يمكن تبعت كده بسرعة محصرة اللقاء بتاع الكابتن محمود الخطيب مع الفريق كل الكلام بيقول ما معناه أنكوا إلعابوا عشان تستمتعوا وتمتعوا جمهوركوا والحصول على اللقب ممكن ييجي وعلى فكرة برضو كابتن الخطيب أعتقد لمس نقطة مهمة جداً لأنه الواضح في مباراة بيراميدز الأخيرة أنه الضغوط العصبية الشديدة جداً اللي موجودة عند اللعيبة مخلياهم رغم أنهم الأكثر هجوماً والأكثر سيطارة وامتلاك للكورة إلا أنه الفينيش أو النهايات بتنتهي بشكل كوميدي يعني تشعر فعلاً أنه وليد أزارو مثلاً وهو بيسدد الكورة براسه عشان تبقى في الجن زي ما شفنا كل المحللين الكراويين تكلمه يشوتها بدماغه مش مفروض في الأرض لو مفروض يلمس لو قتله عشر مرات حيعملها صح بالضبط حيعملها صح حيعملها في الجن مباشرة الكورة بتاعت جيرالدو مثلاً اللي هو برضو انفراد تام ماشي ده كله بيقول أنه فريق النادي الأهلي رغم أن اللعيبة يعني كل اللعيبة اللي فيه مذاكرة تاريخ النادي الأهلي وعارفة أنه مش بطولة أو مش منافسة هي اللي هتخرجك من قائمة العظماء يعني خلاص أنت حطيت نفسك من سنوات طويلة في قائمة العظماء على رأسها فالقضية هنا هي قضية رفع الضغط العصبي ده وده يمكن اللي أكد عليه النهاردة كابتن خطيب أنه يعني ما تخلوش الضغوط العصبية تضيع من نوكه المنافسة يعني هو الفارق دلوقتي نقطتين معنى أن الأهلي وصل بعد مارسون وده نقطة برضو رغم أن أنا يمكن انتقطت لسارتي شوية ما انتقطتش أداءه بس أنا انتقطت طريق التعبيره عن الموقف يعني هو بيقول مثلا كابتن عمر بيقول أنه بيتعامل مع كرة القدم بيتعامل مع كرة القدم على أنها بتتغير من أسبوع لأسبوع صح ده حقيقي ده حقيقي موضة في كرة القدم ده صحية طبعا طبعا إنما إنما لابد أن يضع فيه اعتباره إنه هو الفوز بالدوري أو بالدرع هو الهدف ويرفع معنويات اللاعبين على هذا الشكل يعني أنا اللي بقوله إنه يجب على الجميع حتى في داخل النادي الآلي إنهم يبقوا متفقين على إن الهدف ما زاله هو طبعا الحصول على اللقب طبعا وعايز أقول شهادة برضو للحق يعني إنه من يوم تولي لصارتي يوم كينا قلتها معاك مرة قبل كده تقابلنا هنا كنا بنستعرض المدربين اللي دربوا الآلي هذا الموسم واستعرضنا نتائجه هي نتائجه في الغالب هي النتائج الجيدة إلا في بعض المباريات ولكن هذه المباريات هي مباريات زي ما بنقول عليها فاصلة أو مؤسرة فده ممكن يخرجك شوية من المنافسة بس هترجع يعني هترجع للمنافسة مرة أخرى وأقربها يمكن الأسبوع ده هيبقى فيه مبارتين أنت أمام المصري ليس لديك خيار بإذن الله غير أن أنت تكسب ولكن ولكن بهدوء يعني مباراة المصري بهدوء أيوه مش بعصبية سيد المال مش بضغطات مش يعني يعني عايز أولى حراق الضغطات هتضيع الدنيا بالزبط خلينا وقعيين ليه أنت بقولك أداء اللاعب ممكن لو اللعيب مش هقولك عليه ضغطات من المباريات أي حد لا لو هو عنده ضغطات خاصة خارج الملعب جايله عقده وما تمش بالزبط ده ممكن يأثر عليه ويخليه مشتت ده حضرتك وحراك بتكتب مقال لو عندك بعض الضغطات اللي موجودة عليك ومش عارف تحرر نفسك في اللحظة اللي حراك تكتب فيه المقال مش تعرف تكتب حاجة بالزبط معين حراك يعني كتبت قابل كده حاجات كتير هي نفس الحكاية عامل نفسي لازم أنا بتكلم حراك ليه كده علشان إحنا الجمهور الأهلي وأي حد جنتمي للأهلي إحنا كلنا فكرنا واحد أساس جميلة إحنا عايزين عايزين اللعيبة تمتع نفسها عايزين نحسسهم إن إن الموضوع إحنا بنثق فيكم عارف الثقة دي كبيرة جدا خلينا برضي يا عمر خلينا وقعين في حاجة خلينا وقعين في حاجة فيه مواسم كتير جدا الأهلي بيبقى فارق عن أقرب منافسي بعدد كبير من النقاط صح السنة دي فيه منافسة سلاسية قوية جدا تمام بمعنى إن فيه ضغوط أكتر في المنافسة صح لإنه الزمالك عاوز يكسب وعنده فريق محترم وبيراميدز عاوز يكسب وعنده فريق برضه محترم طبعا ده حق مشروع لكن كمان ما ننساش إن الأهلي عنده فريق محترم قد يكون محمل أكتر من غيره بأعباء نفسية تخيل طبعا ليه بقى لإنه الأهلي لا يعامل من قبل جماهيره غير بإنه لازم يكسب البطل أه البطل تخيل بقولك رغم الدولاب اللي مليان بطولات إنما حتاجد برضه في الأول وفي الآخر دائما مطلوب من أي حد بيلبس الفانيلا الحمرة إنه هو يكسب في كل اللعبات في كل حاجة في أي حاجة طيب ما هو ده ده في حد ذاته عبء نفسي كبير خلي بالك ولذلك دائما إحنا بنتكلم على إيه إنه في لعيبة بتبقى متفوقة ومتقلقة جدا مع أنديتها قبل ما بتيجي الدوري لإنه بيلعب بالمنطق ده إنه هو مش مطلوب منه حاجة غير إنه هو يظهر إمكانياته وموابه وكلام ده لما بيجي النادي الأهلي بيبقى دخل في منظومة أخرى وخبالك يجب إنه هو يغير نفسه ويتعامل مع هذه المنظومة ويجهز نفسه جيدا لتحمل الضغوط العصبية وده مش غلط على فكرة ده صح إنه هو النهاردة بقى فيه فريق بيلعب فيه هو فريق مطلوب منه دائما البطولة طيب أنا يعني إحنا عايزة واجهة أيضا رسالة وعايزة أتكلم مع جمهور الأهلي يا جمهور الأهلي العظيم إحنا مش بنقول مبررات وده عمره ما كان مبرر تمام إحنا بنقول حقيقة ودي اللي لقى بكورة عارف يعني إيه دغوطات مش بس دغوطات في كرة القدم لا ده دغوطات في كل شيء وبالتالي إحنا لا نحاسب النهار الأهلي على مدار تاريخنا عمرنا ما بنحاسب الأهلي بالقطعة إحنا كان عندنا ثلاث بطولات خرجنا من بطولة متبقي بطولتين بطولة الدوري وبطولة الكاس والتنين والتنين لسه مكملين فيهم وبالتالي بقول لحضراتكم تاني دي مش مبررات أنا مش بقول مبرر إن الضغط النفسي ده مبرر بالعكس ده حاجة حقيقية حضرتك بتمر فيها أو بتمر بيها في حياتك بشكل عام حضرتك لو بتشتغل أي حاجة أي شغلانة عندك ضغطات نفسية عندك مشكلة مؤثر عليك داخل ملعب زي ملسوس جماله قال إن ممكن يكون عندك بعض العروض اللي ممكن تكون مشتتة ذهنك أنا عارف إن ممكن ما يكونش ده صح لكن إحنا بنتكلم وبنقول للعيبة يا جماعة طبعا شيلوا من عليكم كل الضغطات إحنا عندنا ثقة فيكم كبيرة جدا جدا ثلاث بطولات يا جماعة إحنا مش بنحاسب الأهلي بالقطعة من إمتى بنحاسب الأهلي بالقطعة بنحاسبه بعد نهاية الموسم عملت إيه ثلاث بطولات أخذت منهم كام بطولة على الأقل اتنين ماشي ثلاثة يا سلام فعلشان كده بقول لحضراتكم الكلمتين دول علشان إحنا عملنا تقرير يعني هنعرف من خلاله ليه جمهور الأهلي بيحب الأهلي تعالوا نشوف التقرير ونعرف إيه سر حب الجمهور الأهلي للنادي الأهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني الأهلي بالنسبة لي كل حاجة يعني أنا أهلاوي آه بس مش متعصب لكن الأهلي على مدار مجالس الإدارات السابقة الميزة اللي بتميزه عن أي نادي في مصر اللي كل إدارة بتيجي بتكمل نجاح الإدارات السابقة كل حاجة أنا عده في النادي الأهلي وبحب النادي الأهلي ومن صغري بزرجة لما كنت بتفرج على الأهلي زمان أيام الخطيب وأيام البتاعدي الواحد كان بيتفرج وهو قاعد على عصابه وكان الأهلي يوم ما بيتغلب كل واحد ما بينامش وبقى متعكل ومحروق دمه فالأهلي ده في دمي من ساعة ما تولدته وعرفت وعيت عن الدنيا وأنا أهلاوي حياتي كلها الصراحة يعني وفي دمي من الصغري وأنا أهلاوي من الصميم وأحب الأهلي جدا وأعشاء الأهلي جدا وأعشاء الخطيب جدا جدا يعني وبالنسبة لي يعني كل حاجة الأهلي ده حياتنا ونشوف معاه حاجات كتير حلوة ما بنشوفهاش أنا عادي تانية والأهلي هيفضل على طول فوق الجميع مهما حصل يعني عادي إن يحصل إن إحنا ينزل المركز تاني أو تالت عادي مش مشكلة بس في الآخر أخر الدوري هنعرف مين اللي هيخده في الآخر وهيبق الأهلي أكيد لأنه ما بيخرجش ورا الجزيرة كل حاجة بيتت بيت التاني وعيش الدنيا كلها في دم الواحد بالنسبة للأهلي في يعني ما فيش بعد كده بقى بيمثل كل حاجة من وانا عندي أربع سنين وانا مشجع الأهلي هو كل حاجة في حياتنا يعني ما بعد البيت والشغل ما فيش إلا الأهلي أنا إن شاء الله متأكد إن الأهلي إن شاء الله حيعود بصحوة الكبرى أهلا بحضركم من جديد ده كان رأي الجمهور أنا عن نفسي ناد الأهلي يعني سبب عشق ليه هو يعني حاجة كبيرة أو في حياتي ما أقدرش أبدا يعني أخرج منها أبويا ناد الأهلي ليه فضل عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى في المكانة اللي وصلها أهلي في البيت الناد الأهلي بالنسبة لهم ده حاجة كبيرة جدا أنا اتربيت في الناد الأهلي كلاعب وكعضو وكمشجع وواحد من الجمهور كنت دايما أفرح أن أنا تصور مع اللعيب الناد الأهلي لما يكسب يعني أسعد يوم في حياتي الناد الأهلي لما يخسر أتعس يوم في حياتي مش بعرف في الواحد مش بيعرف يمشي في الشارع ولا يأكل ولا يشرب ولا أي حاجة خالص كانت ده بقول حدقكم بصدق ممكن نكون قدام حضراتكم بنتكلم وبنهضر وبنتحك بس فعلا الواحد لما الناد الأهلي بيكون عنده حاجة يعني خسارة أو عدم توفيق الواحد بيكون حزين جدا وزعلان جدا 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 مش هنتحك على بعض أكيد كلنا زعلانين لكن بنحاول أن احنا نمسك نفسنا بنحاول أن احنا يعني نمشي ونمسك إيد بعض علشان نكون ماشيين في اتجاه واحد وهو اتجاه رفع الضغطات ونحنا ما نحسبش لعبتنا على القطعة احنا بنحاسب لعبتنا بالموسم أو بالسيزن الكامل كله على بعض ده كان يعني أو أنا ده سبب عشق أو إن الأهلي بيمثل ليه عشان خطر أحبه بالشكل ده سوس جمال بقى أنا عايز أعرف من حضرتك سر يعني سر حبك وعشقك للنادي الأهلي إيه الأسباب بقى لا لا أسباب إيه فيه أسباب كتيرة طبعا طب الديني كده ثلاثة أبداع منه يعني من الطفولة أنا بحب النادي الأهلي قبل ما أشتغل في المجال ده خالص ويمكن أنا من الناس القليلة جدا اللي بحب الأهلي والإسماعيلي يعني يعني ممكن ناس تقولك اللي بيشجع الزمالك بيحب الإسماعيلي لأ أنا وأنا طفلي يعني كنت بحب الزمال الأهلي والإسماعيلي بلا شك وبعدين لما بدأت بقى مشوار الشغل في الصحافة طبعا كنت وإحنا في الجامعة أو كده كنا نروح نتفرج على ماتشاط بنزوغ طبعا من المحاضرات وكده طبعا أحلى تزويغة أه بتبقى أحلى تزويغة طبعا ومجرد أنك تروح النادي الأهلي استاد تيتش كان أياما هو اللي فيه الماتشاط أو بيتلعب فيه ماتشاط والدية أو حاجات كتيرة فكنا بنروح وبنبقى مستمتعين جدا لما تتفرج على الجيل الزهبي للنادي الأهلي اللي هو مثلا أنا مش متصور يوم ما شوفنا الخطيب ومصطفى عبدو مصطفى عبدو ده كان المجري فعلا بعد ما اشتغلت بقى في الصحافة أتيحت لها الفرصة مباشرة مع بداية شغلي في الأخبار إن أنا مع الكابتن عبد مجيد نعمان اللي هو طبعا عاشق من عشاق النادي الأهلي الأولام ومع ذلك كان يحترم المنافس وكان معانا في الأخبار الله يرحمه كابتن أحمد مكاوي وكابتن أحمد مكاوي ده من النجوم الكبار اللي يمكن تظلمه ما فيش أيام كان تصويره ولا جرائد ولا كلام من ده كتير لكن هو اللي أنا فاكره إنه هو كان أحد المهاجمين الكبار جدا في النادي الأهلي والهدفين ويمكن كان هو أول واحد على ما أذكر هو اللي أحرز أول أهداف الآلي في الدوري 48 مثلا لكن حظي حلو جدا إن إحنا لما رحت الأخبار لقيت الكابتن عبد مجيد نعمان ولقيت الكابتن أحمد مكاوي وكت بقى عود أنا كابتن مكاوي كان كبير في السن يعني شوية فكت أنا بقى عود أكتب معاه الماتشات يعني هو بيكتب اللي بيتفرج على الماتش وقعد أساعده في كتابة الماتشات المهم فاشتغلت كان بيواجهنا بقى أيامها مشكلة برضو يا عمر يمكن نقولها كده يعني بسرعة طبعا إنه الصحفيين غالبا ما يمنعوا من الدخول في الأندية بشكل عام بصفته كصحفي ليه بيبقى عليه قيود شوية فأنا عملت عضوية مع بداية يعني في منتصف التمانينات كده أو في أولي التسانات عملت عضوية في الناد الآلي عشان أدخل كعضو ويمكن أنا بدايتي في مجلة الآلي كان أيام الكابتن ربيع ما جيه من بني سويف من الفشل وأذكر ده كويس جدا وبرضو جيه بعد كده حماده أعتقد يعني مجموعة مجموعة كده كاملة فبقى ارتباطنا شغلنا في الصحافة مرتبط كمان بوجودنا جوه الناد الآلي وكان كابتن عبد مجيد نعمان عنده مبدأ رائع جدا إنه إحنا بنشجع أو بنؤيد الناد الآلي ولكن دون تجريح في نادي الزمالك أو في الأندية المنافسة حتى في مجلة الآلي فضلت بقى معاه سنين طويلة لغاية حتى بقيت مدير تحرير المجلة الآلي معاه وخبالك عايز أقولك إنه ارتباط أنا شايف ارتباط غير بقى الحب والبطولات والحاجات دي هو ارتباط معني بالنسبة لي لإني في نفس الوقت اللي أنا بدأت مشواري في الصحافة الرياضية كان بدايتي في صحافة الأندية في ذلك الوقت كان مع النادي الآلي كان يعني مشوار عارف إنك تبقى مرتبط بإسم النادي الآلي ده حاجة جميلة جدا كان فيه أحد خاربي الأدامي يعني كان بيحب النادي الآلي جدا فكان بيبقى فرحان جدا لما يشوف لي موضوع معيني ما كنتش بقى بنكتب في الكرة كتير ولا بتاع استباحة مثلا كاراتيه ألعاب القوة مجرد إنه يشوف اسمي في مجلة الآلي كان بيبصلي وبيتعامل معي بتقدير غريب جدا طبعا طبعا إنه هو كان أحد عشاق الفانيلا الحمرة فبقى واحد قريبه بقى كاتب أو ناقد في مجلة الآلي المهم يعني اللي أنا عايز أقول لك إنه الآلي يعني لازم يتحبل إنه بطولاته كتير ارتباط الناس بيه بتلاقي أجيال مثلا بتطلع كل سنة يلاقوا النادي الآلي هو البطل خلي بالك ده بيعمل زيادة في الشعبية واخب بالك لإنه الأب أهلاوي وولاده بياخدهم معا يتفرجوا وهكذا طيب عايز إحنا تكلمنا وغطينا بشكل كبير يعني نادي الأهلي ومباراته الأخيرة ومباراته الخديمة مع المصري وقلنا خلاص إنه مش محتاجين كلام فيها كتير أكتر من إن الضغوطات تترفع من على العيبة لكن هي نقطة أخيرة بس عايز أقولها في الجزئية دي إنه في فرق بين إنك تنتقد الأهلي لمصلحته ودي نقطة برضو مهمة جدا إنك أنا شفت محللين كتير أهلاوية كانوا يبدوا إنه هم قاسدين شوية على الأهلي في الفترة الأخيرة أنا بعتبرش دي قاسوة اللي هو عارف عتاب المحب ده صح اللي هو عايزك في أفضل صورة طبعا بدليل بدليل إنه ممكن إزا مالك وبرامتز كسبانين مش عارف مين كسبان مين كسبان وتلاقي اللي يلفت النظر حتى في الإعلام وفي الصحافة لأ هزيمة الأهلي في مبارات صح ده أقول لي تفسيره إيه تفسيره إيه يعني غير إنه أولا حدث صح واخد بالك ثانيا إنه الناس دي عايزة النادي الآلي في أفضل صورة له طيب إحنا تكلمنا على الصراع المشتعل لكن دلوقتي إحنا يعني الدوري في القاع فيه يعني صراعات كبيرة جدا النجوم المركز الأخير عنده 25 نقطة الدخلية قبل الأخير 26 نقطة حرص الحدود التالت من تحت 29 أمبي 30 وقدي دجلة 31 الاتحاد 33 بترجيت 34 سموح 34 الجيش 34 والجونة 35 أنا أعتقد إن الجونة خلاص الموضوع يعني بعيد عنه الجيش تمام سموحة بترجيت إنه هذا بيفوز على النجوم 2 و1 في مباراة قوية جدا بيقدر إنه هو يجيب هذا في الفوز في ديئة 90 لكن إحنا متكلم بقى في الممكن يعني الاتحاد دجلة إنبي حرص الحدود الدخلية النجوم حال من من الأندية الحراكة ممكن تتوقع أن هي ما تتوفقش في بقاءة في الدورة الممتاز وتهبط إلى دورة دراكة تانية لا هو صعب إنك تقول برضو دلوقتي لأنه نتيجة مباراة واحدة بتفرق يعني إحنا شوفنا فرق كانت احتلت القاع فترة طويلة مجرد إنه هو بيكسب مباراة الموقف يتغير جدا يعني يعني بس اللي إحنا عربنا آه منعشان كده بقول الحراكة إحنا عربنا فالموضوع بقى يعني منحصر على ممكن نقول آه الاتحاد تلاتة وتلاتين نقطة ودي دجلة آه واحد وتلاتين أمبي تلاتين وحرص حد تسعة وعشرين الدخلية ستة وعشرين والنجوم خمسة وعشرين يعني هل حراكة شايفة النجوم ممكن يكون عنده أمل في مواجهاته القادمة أسوال فرق آه هو النجوم فرق إيه فرق نقطة فرق نقطة عن أقرب والدخلية فرق تلات نقاط عن حرص حدود وهو فرق أربع نقطة كمان عن حرص حدود اللي في الآخر هم الأقرب بنسبة خمسين في المئة مثلا والكلام اللي احنا بنقوله عن الضغوط العصرية طيب الكابتن مؤمن سليمان رسميا تقدم باستقالته من تدريب فريق النجوم وبالتالي ده يعني يعني بيزيد من أوجاع نادي النجوم ما فيش استقرار غيروا المدرب أكتر من مرة تقريبا ثلاثة أربع مرات الكابتن ضياس سيد كان في قيادة فنية أسبانية بعد كده كان الكابتن أحمد سامي وبعد كده أخيرا الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني اللي جاء يكون هو الخامس في موسم واحد طيب ممكن نقول إن ده يعني بيدرب الكيان بيدرب الاستقرار لا هو التغيير أحيانا بيبقى مطلوب يعني أنا مش مع تغيير المستمر مش لأي سبب يعني لكن لو حتى المدير الفني نفسه لو شعر يا عمر إنه هو مش قادر يكمل خلاص ده معناه إنه هو ما عندوش حاجة يقدمها أكتر طيب هل المدير الفني مش عارف إن أوضاع الفريق ممكن تكون سيئة ما عندوش لعيبة اللي ممكن تخليه تتناسب مع إمكانياته وطموحاته وبالتالي كان لازم يصارح نفسه من الأول ولا هو الموضوع بيتحسب إن المدير الفني قاعد في البيت فأنا ما ينفعش قاعد في البيت فلازم أضرب فريق وأشوف حصدي وأجرب ولا الكلام بيبقى عمل إزاي بص في مرحلة معينة من الدوري ممكن المدرب يقبل إنه هو يروح هنا ويتنقل هنا وييجي هنا ويعمل تجربة إنما أنا بقول إن المدربين اللي بيستقيلوا في المرحلة الأخيرة دي بيبقى مع كل الاحترام أنا مش بحدد أسنعي طبعا طبعا أنا عارف حدك عايز تقول إيه؟ أنا عارف حدك عايز تقول إيه؟ بيقفزوا من المركب لإحساسهم إنه العناصر كلها مش موجودة يعني مقومات للنجاح ما هيش متوفرة في بعض الأندية أو بعض المدربين بيشتكوا من تدخل مجالس الإدارات صح ما هذه نقطة برضو خطيرة طبعا لأنه المدرب لابد أن يكون هو صاحب القرار الفني الأول والأخير في بعض مجالس الإدارة بتتدخل وده برضو اللي بيفرق على فكرة في مشوار المنافسة عموما ده اللي بيفرق بين نادي والتاني يعني عنا مضمن الجوالات اللي جاية في المباريات في الدوري المصري المنتهي طبعا الأهلي والمصري والبيراميز والزمالك ده اللي هو أقرب حاجة آه هم بتكلم على الثلاث والخميس عندنا الدجلة هيلاقي الإسماعيلي في مباراة صعبة جدا طبعا سموحة والجونة المباراة اللي جاية الإسماعيلي وحرص الحدود النجوم والاتحاده دي مباراة الاتحاد محتاج النقاط والنجوم محتاج النقاط الفريقين هتبع مباراة دي القمة لكن دجلة والإسماعيلي ووضع الإسماعيلي أفضل شوية هيلعب من غير ضغوط اللي بنتكلم عليها اللي موجودة في أي فريق في الدنيا لا بس هيحاول يكسب طبعا أنا بتكلم حالك دغوطات أقل لكن الضغوط دايما موجودة على أي فريق دايما عايز أقول النقطة الدغوطات أكتر بتبع موجودة في البيت على العيلة على الأولاد على سوق الموضوع بيبقى صعب جدا يعني ربنا إن شاء الله كده يكرم كل لعب كل القدم ويقدر أنه هو يعني يطلع كل الدغوطات دي بشكل إيجابي عندنا زي موضع حالك المصري ودي دجلة في الجولات اللي بكاية دجلة عنده في مطشين عنده الإسماعيلي وعنده المصري فوضع دجلة يعني وضعه يعني محتاج أنه هو يفوز صعبين آه بنتكلم المقاولين عنده الدخلية والاتنين محتاجين النقاط المقاولين بيطمح فيه إن هو يطلع ويرتقي في جدول الترتيب الدخلية عايز يهرب من قاع الهبوط آه الجيش أيضا هي حيلاقي لأهلي في مطشين أنا لها ملاحظة بس على الأندية اللي بيبقى موقفها صعب صعب أو متأخر في الجدول آه إنه الموسم طويل ومع ذلك لا تتخذ قرارات من قبل إدارتها الزي الأندية للإصلاح الحقيقي وانت لازم تشوف تعالج مشاكلك وتواجهها وتواجهها بمنتهى صراحة لو في حاجة تحلها ما تنتظرش لغاية الأسابيع الأخيرة لأن الأسابيع الأخيرة ممكن جدا ما تلحقش تلم نفسك يعني الموضوع ممكن يفرط يعني طيب إحنا يعني على ذكر الكلام الحالك بتقولوا إن المدربين إن الإدارات لكن في بعض الأندية زي مصر للمقصة كيفما طلعت يوسف تقدم باستقالته وبلغ إدارة النادي بعد ما طمن على وضع النادي وبعد ما استقره في منطقة دافئة والدنيا بالنسبة له ما فيش أي مشاكل استقال وقرر إنه هو خلاص يخد تجربة جديدة أي إن كان إيه هي لكن مدير مصري اللي منقصة فيه مختلفة 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 دوري في العالم بالدربين هل عليك شايف إن هي يعني دي بقت قافة أو بقت موضة في الدوري المصري؟ هي قافة مش موضة مش موضة الموضة دي بتبقى طب ليه المدير الفني ما يخلصش الدوري وخلاص يقرر إنه ما يكملش الإدارات ما تسمحش طب ليه الإدارات ما تتعلمش يعني إيه احترافية المفهول دي المفهول وليه يعني أنا مش عايز لهم عشان فيه بعض الإدارات ممكن يكون لا وأحنا الإدارات ممكن تبقى مضطرة لما يبقى فيه تدهور إحنا مضطرين ده الطرفين بيعودوا مع بعض وبتفقوا على الانفصال لا هو الأغرب بقى إنه هم الأندية بتدور على نفس المدربين لا دي قصة تانية خالف بقى لو كلمت فيها دي إحنا نرات ساعتين قصة تانية بس مهمة جدا ده أنا هي مجموعة قصة سلبية حراك ده أنا مش مفهر بيها خالص هي مجموعة مدربين ده هي بتنوت مدربين بالزبط بتنوت مدربين مش وقدين فرصهم ولا عارفين يا إنت ممكن إنت ممكن كنادي تدي فرص تكتشف مدربين أيوة أنا حرام إن أنا مدرب يبقى عنده ده أنا كمعاكبت نحمد سامي فبقوله مدرب الشاب اللي عنده 47 سنة هو خطف إحنا عندنا 55 و60 ده كابتن حسن شحاتة لما ممسك المنتخب يعني خلاص داخل على الستين جاءوا كان الناس بتعتبر دي مغامرة آه مغامرة من كابتن حسن شحاتة هيدرب المنتخب ودرب فرق درجة تانية ما عملش إنجازات في الدوري الممتاز لا إحنا عندنا في مصر الحسامات عجيبة وحتى في العيب الكورة فليه يصعد من الدرجة التانية للأولى ماشي كل اللعيد وعايز أقولك ليه يا رئيس ميلاد المدربين الجايدين للأسف في مصر بالصدف طيب يعني ممكن مثلا هو كابتن مؤمن سليمان لما اطلع صلحة لما اطلع في الزمالك في ظروف أيوه إنه جاه وكان مدرب أجنبي يعني حاجات كتيرة جدا لو ما خادش فرصته الكابتن خالق جلال نفس القصة نفس حسن كابتن حسام البدري الكابتن مختار مختار الكابتن فاتح مبروك صح ما احنا ممكن نقول كلام كتير جدا بالزبط ما انا بالزبط عشان كده انا بقول لحراك ظهر بقاله سنتين ثلاثة أربعة فعشان كده بقول لحراك للاسف الموضوع ده لو طلع قرار وده اعتقد انه صعب بس انا شايفه انه لابد منه انه كل مدير فني يكون ملتزم على الاقل مش اقولك فرقة فريتين في الموس لكنه يبسكش ثلاثة واربعة وخمسة الموضوع وبعدين كمان الفرقة مش عارف بيفكره كمان ده هما طلعوك ده تانية اصعب من الممتاز انا مقتنع والعيب تفدأ والعيب تفدأ تانية صعبة جدا 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 اصعب لان هي بمشاكلها اكتر الحكام والارض والجمهور والضغطات اللي موجودة عليك انت تلعب لبلدك فانت خسرت مش طعب تمشي في بلدك يعني ده تانتا الواحد مثلا مقيم في تانتا لو خسر مش عارف تمشي في الشارع وتانتا كلها صغيرة عكس المفروض القوام الرئيسي بتاع فرقيتك الفريق اللي هو صعد للدوري الممتاز القوام الرئيسي ده لازم انت تعتمد على اللي انت طلعت بيهم يعني اه محتاج تدعيمات ومحتاج اضافات لكن مش بالشكل اللي احنا بنشوفه مش بتغير جلدك يعني صح طيب دلوقتي احنا عندنا تلات اندية من الاندية اللي صعدت في الموسم الماضي عندنا النجوم والجونة والحرس الجونة ضمن مكانه ان شاء الله ان هو يكون موجود الجونة والحرس دول صعده من الموسم الماضي للدوري الممتاز الجونة بمثلة كبيرة ضمن ان هو يكون موجود خلاص وبعد عن صراع الهبوط يتبقى للنجوم والحرس وبالتالي لما تلات اندية صعده واثنين منهم منزله واحد يتبقى دي حاجة مش وحشة حاجة كويسة واضح ان الاندية بتشغل على نفسها بشكل كبير جدا احنا السنة دي شوفنا عندنا تلات مجموعات القاهرة والصعيد وبحري تلات اندية صعده اسوان وطنطا وافسي مصر افسي مصر اول مرة في تاريخه يكون موجود في بطولة الدورية الممتاز لك ان الحاجة الاجابية ان من التلات اندية لديهم يعني عندهم شعبية كبيرة جدا واندية جماهرية عندهم تاريخ طويل وتاريخ مشارف عايز اعرف رأي حضرتك في وجود الاندية الشعبية والاندية الجماهرية في الدوري الممتاز وانا ترجع تاني ومستنين غزل المحلة ومستنين البلدية ومستنين مع الاتحاد مع الاهلي مع الزمالك مع الاسماعيلي مع كل الاندية دي اعتقد ان الموضوع هيكون شكل مختلف تماما جدا يعني انا طول عمري بحب جدا الاندية الشعبية مش ضد اندية الهيئات والشركات بس انا كتير يعني لما باجي تابع الدوري السنة دي او السنوات الاخيرة ما بعرفش مين بيلعب مع مين مش ما بعرفش مش بمعنى الكلمة بس بتلاقي فريق كذا مع كذا وبعين بعد كده كذا مع كذا حتى اسماءهم مش معلقة مع الناس ده مش معلقة ده حنا انا مش ضد الاندية بتاع البترول ولا الجيش ولا الشرطة ولا الداخلية ولا كل مجتهد نصيب لكن انا بتكلم على ايه تقلص عدد الاندية الشعبية في الدوري مش في صالح ضد الدوري صح مش في صالح لانه ارتباط الناس بالاندية الشعبية هو ده اللي بيعمل شعبية للدوري ككل يعني مثلا لما تلاقي اصوان والصعيد مهتمين بوجود اصوان نسبة المشاهدة كمان بتبقى أعلى صح والاعتمام بيه نفس الشيء بالنسبة للدلتا نادي زي نادي طانطة طانطة شعبية رهيبة والدولي بيكلم على محافظة الغربية بيكلم على طانطة والمحافظات المجاورة والمحلة وغير وغير وبالتالي حالك تتكفي الاندية الشعبية مهمة جدا لان هي بتمثل قطاعات جماهيرية المطلوب بس بالنسبة الاندية الشعبية انه لما تطلع الدوري الممتاز يبقى فيه قدر من الاهتمام بيها سواء من الأجهزة التنفيذية المحافظات المحافظة نفسها رجال أعمال المحافظة واخبالك المقتدرين يقفوا مع النادي ده لانه انت بتشوف ان الاندية دي بتعاني في التمويل طيب بالنسبة للجانب الفني نادي أصوان أعلن ونادي طانطة أعلن ان المدير الفني سواء هنا كابتن مجد عبد العاطي او الكابتن ايمن المزين هم اللي مكملين مع الفرقتين في الموسم المقبل هل ده بقى يعني نخلينا شوية نحس ان فيه تفائل وان ممكن يعني المعادلة تعودوا ان الرؤساء الاندية يدركوا مدى أهمية وجود المدرب اللي صعب الفريق واللي عارف إمكانيات الفريق واللي خايف على مصلحة الفريق أكتر دي مهمة جدا يعني مثلا واحد زي كابتن ايمن المزين صعد بكذا فرق أربع فرق وأول ما بيصعد بيلاقوا بيلاقي ان فيه مشاكل عليه بيقولهم يا جماعة خدوا الفرق ايه وشكرا انا احاول مرة اخر أربع فرق أكتر واحد في تاريخ مصر صعد فرق من التانية تخيل بقى انه ده معناه ايه معناه انه اللعب في الدورة الممتاز محتاج دعم كويس جدا يعني انت لازم تسأل مجد عبد العاطي وايمن المزين طلباتهم ايه عشان الفرقة دي يبقى لها بصمة في الدورة الممتاز طيب هل دلوقتي احنا بتكلم لو كابتن مجد وكابتن ايمن قاله طلباتنا ايه واحد اثنين ثلاث اكيد الفلوس والدعم اكيد شيء مهم جدا طبعا طبعا فده اللي بتكلم فيه فهل ده دور النادي هل ده دور المحافظة لا انا معاك كبير اه دور احنا عايزين التكلم طبعا احنا عايزين الدوري بقى قوي ودوري بقى فيه حماس ودوري بقى فيه دور كل الجهات اللي حاجتها اتكلمت فيها بس اللي انا عايز اقوله انه اه وجود المدرب اللي تعب مع فرقته وصعد بيها من الدوري الصعب ده اللي هو القسم التاني ده شيء مهم جدا لانه بيبقى فيه بينه وبين اللعيبة اه نوع من الكفاح كده حاجة رابط بينهم الناس دي تعبت مع بعض انا بحس ان ممكن ربنا ما يكربوه مش بسبب الظلم ايه ممكن والله العظيم بحسك انه بقول ان ظلم لا لا ممكن تيجي في دماغك صح لانه الراجل ده اللي تعب معاك واستحمل ظروفك الصعبة والمعاناة صح وكل الكلام ده بعد كده اه هاتلوا لعيبة يا سيدي كويسة يعني المشكلة مش في المدرب بس ما برضو خلي بالك النهاردة الفرق اللي طلع دي مية في المية عشان تقدر تلعب مع الفرق عايسة هكسه الفني مش عارف حداك يعني ان شاء الله تقدر تجيب يعني احنا كلمنا قلنا المدربين بيلفها على الاندية اللعيبة بتلفها على الاندية برضا هل حداك شايف ان ممكن مدير فني يقدر ان هو يصعد بلعبته ويكون التدعمات قليلة يعني متكلم على التلاتة أربعة خمس لعيبة بالكتير اوي والممكن يعمل طفرة في الدوري الممتاز ولا اللعيبة اللي بتلفها على الاندية دي دي لازم تكون موجودة عشان تعمل الطفرة بص بقى عارف اللعيبة الدوارة دي اه عارفها طبعا والله بجد عارفها والله بيجوا بعد موسمين تلاتة أربعة بتلاقيهم لعبوا في خمس أربعة خمس ست والمشكلة ان المستوى بينزل يعني المستوى بينزل وهو ما بقاش فارق معاه هو لا عشان هو عايز اه لانه هو خلاص بص اللي بي اللاعب اللي يوصل للأهلي والزمالك كناديين كبار وبعدين يخرج منهم تاني بياخد جوليته بقى اللي هو ايه انا رأيي لا انت تعتمد على اللعيب اللي انت من ربيه واللي انت اللي هو تعب معاك افضل من انتك يعني بسميهم كوماندوس كوماندوس صح كده اه يعني قوات خاصة صح طيب احنا عايزين يبقى فيه اهتمام باللعيبة اللي تعبت الوقت يا استاذ جمال بيجلي معايا وانا عايز اتكلم معاك في قضايا كتيرة جدا ربنا خليل محنا مش عايزين نحرم الناس مش عايزين نحرم الناس من اراه حضرتك ولا كلام حضرتك محمد صلاح وعايز اربط موضوع قبل ما اروح لمحمد صلاح وانه فيه قرار تم اصداره او فيه كلام بيقال ان محمد صلاح يتم استبعاده من قايمة القايمة المرشحة لأفضل لعف الدولة الانجليزي العنصرية العنصرية في انجلترا او في ايروبا باعت افا سيئة جدا زي ما فيه اجابات فيه سلبيات محمد صلاح من اسبوع اتهمه طيب ده خبر معلن رسميا ان استبعاد محمد صلاح من قائمة المرشحين لقائمة افضل لعب في انجلترا محمد صلاح العنصرية بيواجهها قبل مباراة تشلسي وليفر بول قالوا ان هو المفجر الارهابي وفي مباراة تشلسي فجرهم ودخل فيهم هدف عايز اعاف رأي حلاك في مستوى محمد صلاح وقرار استبعاده هل ده قرار سليم هل محمد صلاح ما استحقش ان هو يكون موجود بالارقام اللي بيحققها وبالمستويات اكيد طبعا فيه ابس ان داونس لكن هو ده حل كرة القدر لكن بالنزاق متصدر او بينافس وهدف دوري الانجليز هو محمد صلاح خد فترة كان الكرف بتاعه نازل وده طبيعي في كرة القدر يعني انت بتشوفش العيب على طول الكرف بتاعه طالع هيطلع لغاية فين لازم ينزل لازم ينزل فمحمد صلاح الان 19 هدف متساوي مع اجواره تمام متساوي مع اجواره على لقب الهداف تمام المدير الفني يورجين كلاب معتمد عليه اعتماد اساسي مش لازم هو اللعيب يبقى بيلعب لنفسه ممكن جدا يكون كلاب معتمد عليه في خطة لعب او في طريقة لعب ممكن ده يدي ممكن محمد صلاح يدي فرصة لساد يومانيه ان هو يتقلق اكتر ان هو بياخد رقابة على الاتنين لعيبة بيبقوا معايا فاللي انا عايز اقوله انه لا محمد صلاح ظلم باستبعاده كويس بس هو السؤال مين اللي بيفرض مين اللي بيرشح انا معرفش يعني هي ربطة بص عليك طبعا في انجلتراع عارفين هي ربطة محترفين ماشي لكن يعني الموضوع يعني بس مش مفروض انه ده يبقى قرار اداري مش هي اللي تعلم المفروض الجمهور بيشارك في ده او هم بيتابعوا يعني ترشحات الجماهير انا شايف ان محمد صلاح على الاقل يكون موجود على الاقل يكون موجود مينفعش انا استبعده صعب جدا ان انا اقول مستبعك طب العنصرية رأي حركة ايزام انجلترا دولة متقدمة في حكاة كتيرة جدا وفي كرة القدم واقع دوري في العالم لكن العنصرية اللي موجودة في الدورية الانجليزية مش بس مع محمد صلاح ده مع كل اصحاب البشر السمراء صاد يوماني لما كان موجود وخلافه وشوفنا في الدورة الاسبانية لكن تم العقاب وكمان كان فيه مباراة منتخب انجلترا كان بلعب مع منتخب الجبل الاسود وستيرلنج الجمهور بدأ ان هو يعني هتفت عنصرية فستيرلنج قال تصريح انا شايف نوع قلاني جدا قال طول ما فيه عقوبات فردية عمر ما الافة دي يعني هنخلص منها لما يكون فيه عقوبات جماعية يتم حرمان الجمهور شهر شهري هو هنا هنقدر نحارب الافة ده فرأي حركة ايه شوف التعصب موجود لكن العنصرية موجودة التعصب ده بيؤدي للعنصرية طب ممكن نشعر ناس يعني ايه تعصب ما هو التعصب ان انا اكره حد بالزبط بناء على جنسه او لونه طب رأيك في الحركة اللي محمد صلاح رد بيها على جمهور تشالسي اللي طبعا دي كانت يعني اشارة يعني هو محمد صلاح في هذه المرورة بتدل على بيس او بتدل على السلام انه هو متصالح معنا انا هجيب له حركة تفاصيلها حالا دلوقتي هي حركة يوجا غالبا لا لا انا هقول له حركة دلوقتي هي يوجا اكتر يعني يعني احنا بتكلم على واحدة من هي طبعا هي لها جانب يعني هي اسمها اسمها ايكا بادا بارانام اسانا دي اسمها او بتدل على تعني الحب والتسامح والرحمة والتعاطف باينة من كلامه يعني بص حركة كان المباراة دي هو بيتهاجم فيها اسمها حركة بتتعمل في الانر بيس في السلام الداخلي عشانه بعد عنده سلام داخلي بالزبط انا شايف برضو رغم استبعاد محمد صلاح من المنافسة او من القايمة الا انه محمد صلاح بسر نجاحه انه هو بيتحمل هذه السلامة طبعا يعني انا بقولك في نفس المباراة اللي هو بيتهاجم فيها وبيتشتم فيها قدر انه هو يظهر باللقطة دي واحرز هدف انا عايز اقول انه التعاصب او العنصرية عموما العنصرية في العالم كله للأسف انها موجودة خلينا واقعيين يعني ما تقوليش ان احنا لا موجودة طبعا بس في اوروبا موجودة بزيادة شوي نحن لا نعيش في الجنة صح احنا بنعيش على الدنيا على الكرة الارضية الارض واوروبا تحديدا رغم انهم ياما رحبوا بتقلق محمد صلاح وبتصرفاته دي قائمة المرشحين اللي افضل اللاعب في الدوري الانجليزي صح كده اه طبعا اجوارو وفندايك وسولينغ وساديو مانيه وايدن هازرد دول المرشحين وسيلفا برناردو سيلفا من منشست سيتي دول ست لعيب المرشحين كافضل اللاعب في الدوري الانجليزي طيب مباراة برشونا وليفر بول شايف مباراة ليفر بول وبرشونا ازاي ومن اللي ممكن يفوز مواجهة صعبة ما بين صلاح وده المسي لكن عايز اعرف نتوقع كده او نقول كده بالحب اه هو توقع صعب طبعا لكن احنا عايزين بالحب صلاح وليفر بول لا احنا بالحب وبكل حاجة وبالتعاطف وكل حاجة في ناس بتزال احنا بتمنى لسيتي ونواية تعاطف احنا عايزين صلاح يقطع مش يقطع لا يتفوق عليه صح تمام هو مش هيبقى مواجه يعني له صح طبع لكن احنا عايزينه يبدو افضل ان شاء الله وانا بقول برضو ان محمد صلاح حق ربنا يعني نجح خلال موسمين يا عمر انه هو يقدم اعلى اداء للاعب عربي ومصري واختياره في مجالة تايم كواحد من افضل مية واكثرهم تأثيرا صح على مستوى العالم بنجوم كثير جدا في مختلف الرجالات اضافة بقى القابو الكتيرة انا بقول انه عمل يعني محمد صلاح لسه مش هنقول لها عايزينه يعمل هو عمل وان شاء الله يكمل طيب ده كان رأي حضرتك في مباراة ليفر بول وبرشونا تعال نشوف رأي الناس وتقرير لمباراة ببرشونا ليفر بول نرجع نكمل بها حضرتك وان شاء الله بس ان شاء الله محمد صلاح سيكسبهم يعني وهيجب جونين ان شاء الله ان شاء الله صلاح بإذن الله لسبب من اولا صلاح بتده يرجع لفورمة بتاعته تمام وان لاندي رفور بصفة عام بتفوق انه الدفاع بتاعه احسن من دفاع برشلونة وبعدين برشلونة انا دايما بحبش الفرقة اللي بتعتمد على اللعيب الواحد لان لو حصل اي الصبل ميسي هتلاقي الفرقة بتنهار فدايما الفرقة المتماسكة سواء اذا كان هجوم او دفاع كويس هي اللي ان شاء الله بإذن الله بتبالي الغلبة في الاخر يعني ان شاء الله برشلونة يعني التلت الأخير في الفرقة كدفاعيا اقل كتير قوي من هجوم لفوربول فيعني هجوم لفوربول يقدر يفوز ماتش العودة في الأنفلد ده هينفع لفوربول اكتر برضو ميسي عنده كفاءة بمهارة فردية او بلعبة واحدة يخلص الماتش بعد التسعين كمان يعني ممكن لعبة واحدة ميسي رجح الكف بس كتيم قصاد تيم لفوربول دلوقتي يعني شايفه احسن اولا انا بشجع أصلا ريال مدريد بس لو الحقي يتقال برشلونة كورة السنادي تقيلة 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 كورة والله لا يعني مشش فرق طوف قدامها واللي بيقرنوا ميسي بصلاح صلاح ما عمالش حكي عشان التقرب بميسي الواقع يعني اقول ميسي ميسي لعيب طبعا ما حدش يختلف عليه ومش بتاعنا قضى طول عمره كده لعيب يحترم وفرق تحترم مش خلا نكونواقعين يعني مع بعض مش يعني الكورة فاش عواطف ان شاء الله ابننا صلاح بإذن الله فطبعا يعني مصر كلها مستنية المطش ده فطبعا يعني بأمر الله مصر كلها هتدعي لمحمد صلاح ان محمد صلاح بإذن الله يعني ابننا وابن مصر الكفاية دي طبعا يعني ان شاء الله بأمر الله مصر كلها هتتفرج عن مطش ده وحيبقى مطش علامي 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 فبإذن الله نتمنى بمحمد صلاح بأمر الله يعني يهدي حاجة لمصر حاجة لمصر دي ان يجب لنا جول أهلا بحضركم من جديد أستاذ جمال أخي يعني سريعا وأخيرا عايز أتكلم عن حركة في فرص فوز منتخب مصر بأمم أفريقيا عما عام جوم كتيرة من ضلون الكابتل العام الحديدي وقال إن صعب مصر تاخد أمم أفريقيا بسبب بعض الأسباب هالحركة تتفق ولا تختلف وشايف فرص مصر عاملة إزاي ومين اللي ممكن ينافس مصر أيضا على اللقب بص ما فيش بطولة في العالم مضمونة صح عشان بس إيه الناس ترتاح كده وتاخد وضع الاستعداد نعمل اللي علينا ونشتغل كويس صح ونقدم مباريات كويسة والحمد لله المجموعة بتاعتنا مش هقول زالة هي مجموعة تقدر تلعب فيها كويس وأنا بعتبر أصلا فكرة الـ 24 فريق دي هي تصفيات صح يعني أنت هتبتدي الشغل الحقيقي في دور الـ 16 من بعدي كمان عشان أنت هتلاعب أحسن توالد أو واحد من الـ بعدها كمان يعني دور الثامن صح بس مش هتقدر تطلع الدور الثامن من غير ما تمشي على الثالث والرابع والخامس والسادس وكذا صح فأنا أخذها واحدة واحدة نحط قدامنا هدف الفوز بالبطولة هو ده وبعد كده إن شاء الله بإذن الله بإذن الله حنكسب البطولة إن شاء الله التاريخ بيقول إن كل البطولات اللي نظمناها فوزنا بها ما عادة واحدة مش عايزين نفتكر أربعة وسبعين طيب أربعة وسبعين لكن الباية لا ما فيها وفي لابداء بعيدة بربطة لا 6 وثمان 6 وثمان 6 وثمان عشان خطر الحلقة عارف لينا يعني عارف عشان خطر يعني كان موجود فيها هو إن شاء الله بإذن الله حنلعب عشان نكسب البطولة نشتغل على كده وبإذن الله نكسب أخيرا تاني ومعليش عايز كدنا من حضرتك للعبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي تقول لهم إيه في نهاية الحلقة قبل مباراة مهمة مباراة يوم الخميس مباراة نادي المصري مباراة زي أي مباراة مباراة تلاتة نقاط أكيد هتكون فرقة في مشوار الأهلي في مطورة الدور العام كل أنا بقول للجمهور كاميرا أه بقول للجمهور بقول لعيبة النادي الأهلي كل المباراة القادمة مباراة مهمة ومباراة كؤوس فعلا أي مباراة أي نقطة هيفقدها الأهلي لقدر الله هتأثر على المنافسة لكن أنا بقول أن الأمل مستمر حتى النهاية ويجب أن يعمل لعيبه الأهلي لغاية آخر لحظة في عمر المسابقة والأخطاء قد تأتي من الخارج يعني من الفرق الأخرى ده وارد جدا إن شاء الله بإذن الله الأهلي يستمر ويظل في المنافسة بقوة حتى ينجح في تحقيق هذا أتفق مع الأستاذ جمال الزهيري وأنا بضم صوتي لصوته طبعا وزي ما إحنا عارفين تاني لعيبة النادي الأهلي تلعب من جير ضغطات إحنا كلنا داعمين جمهور مزيعين كل حد يبنتمي للأهلي إحنا داعمين ودائما عندنا فاقة كبيرة جدا فيكم بعد ربنا سبحانه وتعالى أنتم تمتعونا زي ما متعتونا وزي ما أجيال قبليكم متعونا ومروا بنفس الظروف لكن التكاتف اللي بيكون ما بيننا هو دا اللي بيؤدي في الآخر إلى النجاح شخص جمال شرفينا وطني وستنتعت جدا ربنا خليك كابتن عمر كابتن عمر كابتن ربيعزي شكرا لك ربنا خلي شكرا لكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات الليلة بكرة على ألف مليون وخير تسبوع على خير السلام عليكم ورحمة الله يا بركاته اشتركوا في القناة